عادة جديدة للتبادل السلمي للصلة في اليمن الحادي والعشرون من فبراير عام الفين واثني عشر خرج اليمنيون للتصويت لغير صالح رغبة في طي صفحة ماض دام اكثر من ثلاثة عقود في هذا التاريخ تحديدا تدفق اليمنيون في المدن صوب المراكز الانتخابية لتعميد قرارهم بخلع صالح من سلطة شبى وشابى عليها فعز عليه انتزاعه منها اجمع اليمنيون على الرئيس التوافقي الانتقالي عبدرب منصور هادي بتصويت اعتبره اليمنيون خطوة للمستقبل والتغيير الذي جاء ضمن توجهات الثورة وشبابها وتضحياتهم الحادي والعشرون من فبراير نتاجا غير منفصل عن تاريخ الحادي عشر من فبراير الثورة الشعبية التي اطاحت بالحكم الفردي العائلي الى غير رجعة كما جاء في هدف الثورة الاول خرج صالح خاسرا معركته مع الثورة لكنه وعد الثوار بالفوضى فتوجه باعلامه ورجاله في مؤسسات الدولة لتنفيذ وعده بتأجيج الفوضى وممارسة نقمته على من خلعوه خمس سنوات من مكافحة هادي للحصول على صلاحياته باعتباره رئيس دولة وقف وحيدا أو هكذا كان يعتقد في مواجهة لوب صالح بالرغم من استناده لدعم شعبي واجماع دولي لم يحظى به احد قبله خمس سنوات انضاه الرجل في السير وسط حقول ملغومة بالمؤامرات والدسائس والادارة بالادوات القديمة خمس سنوات قد لا تعكس فشل هادي تماما لكنها لا تعف النخب السياسية من كل العثرات التي واجهت مسألة انتقال السلطة وتأسيس الدولة المدنية الحادي والعشرون من فبراير هو نفس التاريخ الذي غادر فيه الرئيس هادي الى عدن عقب الاستلاء على السلطة من قبل تحالف الانقلاب ومحاصرة منزله في محاولة لاستعادة سلطته المنزوعة خمس سنوات من البحث عن السلطة وصلاحية رئيس الجمهورية حتى بين اركان شرعيته والتحالف بحسب ما يقول المراقبون تاهت على اليمنيين الكثير من الفرص للخلاص جراء الارتباكات التي شابت المرحلة الانتقالية بسبب خضوع البلاد لرغبة الانتقام من قرار طي صفحة الحكم العائلي لبلد شاب حكمته إدارة عاجزة عن الخروج به من عمق الزجاجة الذي يضيق بأحلام الخلاص